سنبدأ حلقتنا من جولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشيعة السوداني إلى وزارة العمل والشؤوني الاجتماعية وأكد أهمية هذه الوزارة التي تقدم الخدمات لفئات ضعيفة وهشة وأيضا عملها المعزز لرؤية الحكومة في محاربة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد في موضوع الإعانات ومستحقيها ضمن شبكة الحماية الاجتماعية رغم أن هذه السنة لوحدها تم تسجيل 900 ألف أسرة على شبكة الحماية الاجتماعية وهو الرقم الأعلى بتاريخ الوزارة السوداني أيضا أعلن عن توفير كل التخصيصات المطلوبة من أجل شمول أكبر عدد ممكن من المستحقين للإعانات وهو ما أثمر عن شمول أكثر من مليونين أسرة ليكون المعدل الأكبر أيضا للمشمولين بتاريخ الوزارة وكما أعلن عن دخول قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ وأكد على ضرورة استمرار الخدمات المشروطة للمستحقين خاصة منحة التلاميذ خلنشوف حديث السيد السوداني بقضية الضمان الاجتماعي تحديدا ومن ثم نعود قانون 18 لسنة 23 واحد من أهم القوانين قانون التقاعد والضمان الاجتماعي هذا القانون بعد أقراره وإكمال التعليمات والمصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق اليوم سوف يحدث فرق كبير على مستوى تحسين الراتب التقاعدي للمضمونين والبالغ عددهم 19 ألف هذا رقم جدا قليل مما يعني أن هناك نسبة كبيرة من العاملين هم خارج مضلة الضمان الاجتماعي وهذا ما نحتاجه في توعية وتثقيف العاملين في أهمية دخولهم ضمن منصة أو مضلة الحماية الضمان الاجتماعي والاستفادة من مزايا هذا القانون فيه تعديل للراتب حيث سيشهد هذا الشهر صرف الراتب التقاعدي للمضمونين البالغ عددهم 19 ألف رح يكون راتبهم بالحد الأدنى 500 ألف دينار مع معالجة باقي الفئات أيضا القطاع المنظم وغير المنظم شهد تعديلات مهمة سوف يستفيد منها المشمولين كذلك وفرت الحماية القانونية للعامل الذي يصاب أثناء العمل وتكفل دائرة التقاعد بحقوقه بغض النظر عن صاحب العمل والاهتمام بالطمان الصحي فيه مواد مهمة ولأول مرة تتعلق بالمرأة العاملة وضمان حقوقها وكذلك سوف تكون هناك إجراءات إلكترونية في عمل الدائرة لتسهيل دفع الاشتراكات وانسيابية معالجة المضمونين